موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات برنامجكم المبارك مفاتيح تدبر كتاب الله عز وجل نحن اليوم في المفتاح الثامن والعشرون وهو بعنوان التأمل في الفرائد القرآنية أيها الأحبة كتاب الله عز وجل الخالد الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنفذ غرائبه ولا تتناهى لطائفه ولا ينقطع مدده وعطاؤه على مر الدهور والأزمان قد أنزله الله عز وجل في قمة الإعجاز وفي ذروة البيان معنى ولفظة فكل لفظة منه بل كل حرف منه قد وضع في موضعه السديد وهي مكانه الرشيد أيها الأحبة اللفظة الفريدة القرآنية ماذا؟ ما هو المقصود بها؟ المقصود باللفظة القرآنية هي اللفظة التي لم تتكرر قط على أي صورة من صورها اللفظية يعني تذكر مرة واحدة في كتاب الله عز وجل كالياقوتة التي هي فريدة العقد وعين الكلادة وقد تحدث عنها العلماء القدامى كبر القيم في بدائعه وابن الرفاء في رائده وغرر الفرائد للبغدادي ونظم الفرائد للدمشقي وغيرهم يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإثقال في علوم القرآن قال الفرائد القرآنية مختصة بفصاحة القرآن الكريم وهي بمنزلة الفريدة في العقد وهي الجوهرة التي لا نظير لها كقول الله عز وجل الآن حصحص الحق حصحص لم تتكرر في كتاب الله عز وجل ولا في أي موضع آخر وكقوله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع وقوله عز وجل يعلم خائنة الأعين خائنة الأعين وقوله جل وعلا فلما استيئصوا منه خلصوا نجي إلى غير ذلك ويقول الإمام الحموي رحمه الله الفرائد القرآنية نوع لطيف مختص بفصاحة القرآن الكريم وبيانه ولو ولو أسقطت ولو أسقطت تلك اللفظة من الكلام لم يسد غيرها ما سدها لو أسقطت هذه اللفظة وجبت كلمة أخرى مكانها لم تسد ما سدها أبدا كقول الله عز وجل قاله يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي إلى غير ذلك وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مجموعة من الفرائد كقوله تعالى مناص دهاقة أبا ضيزة ويكأن والقرآن مليء بهذا وفي قصة نوح أيها الأحبة ذكرت خمس فرائد نعلق عليها سريعا ذكر قول الله عز وجل نسرى وتزدري ومنهمر ودسر أبلعي أغلعي معنى نسرى اسم صنم وتزدري يعني تحتقر ومنهمر المنهمر يا أيها الأحبة هو الماء المصبوب من السماء بقوة وقد قيل أن المطر الذي أصاب الأرض في عهد نوح عليه السلام استمر أربعين يوما وهو منصب عليه وأيضا الدمع قال له منهمر الدمع المنهمر أيضا أما الدسر فهي المسامير ذات ألواح ودسر هي المسامير أبلعي تشرب الماء وغيريه وأما قوله عز وجل لأقلعي فالمقصود بها الإزالة والكف والمعاني في هذا واسعة جدا لكنها ألفاظ لم تتكرر في كتاب الله عز وجل والله أنها بحق أن نقف عندها ونتأملها ونتفكر فيها وننظر في عظم هذا القرآن الذي كل يوم فيه جديد بل كل لحظة فيه جديد لمن يتأمل ولمن يتفكر في كتاب الله عز وجل يقول الإمام القرطبي رحمه الله لو فتش لو فتش لو فتش لو فتش كلام العرب وكلام العجم ما وجد فيه مثل تلك الآيات الكريمات على حسب نظمها وبلاغتها وصفتها واشتمالها على المعاني العظيمة التي في كتاب الله سبحانه وتعالى فهي دعوة وعودة إلى كتاب الله عز وجل تأملوه تفكروه تدبروا فيه لتعرفوا مراد الله عز وجل لتعملوا بما أمر الله عز وجل أسأل الله أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وتدبره والعمل به صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة